أعلن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة أنه سيتم غدا تكريم المبادرة الرئاسية حياة كريمة كأفضل مبادرة تنموية وإنسانية في الوطن العربي خلال فعليات الاحتفال الذي ينظمه المجلس الأعلى باليوم العالمي للشباب وقالت رئيسة المجلس مشيرة أبو غالي أن الفعالية تتضمن مناقشة قضية الشباب العربي وأمن المعلومات العربية وسبل مواجهة التحديات المستقبلية إلى جانب بحث تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الشباب والتحديات التي يواجهها أمن المعلومات بالوطن العربية بالإضافة إلى كيفية حماية الشباب من حروب الجلين الرابع والخامس وتأثير الشائعات على أمن المعلومات العربية